مع إياد الدهماني وفما انطباع عام وفما ارتفاع لحالات العنف والجريمة واللي يكفي أن نشوف وسائل الأعلام على جمعة على شهر ونلقاو وفماش خاصة جرائم القتل بركاجات العنف المادي المصلط ضد لاشخاص نسميهم اللي توصل حتى للقتل وحتى وصلنا وفما جرائم غريبة وعجيبة اللي معانتا ماكنش قبل اللي تحكي عليها في وسائل الأعلام اللي هي أصبحت اليوم من مشاغل التوانسة وتعطي احساس من عدم الأمن عند التوانسة واللي في تقديري هي أيضا باش تكون حكينا على الاجتماعي والاقتصادي في علاقة بالتحديات قدام حكومة السيدة نجلة بودن ولكن في تقديري إنها باش تكون أيضا من التحديات اللي مطروحة واللي المقاربة فيها راهي مهيش فقط أمنية خلينا نرجعوا ساعة باش نرجعوا للأرقام هما فما زوز تقارير أنا رجعت لهم فما تقارير للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية في 2017 خرج تقرير حول العنف الحضري في تونس وفما المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زادة كيف كيف خرج تقرير في 2019 من الحاجات اللي نجمه نقف عندها أمين مثلا في تقرير المنتدى الاقتصادي والاجتماعي يقول إنه نسبة الاعتداءات على الأشخاص تطورت بـ 21% منذ 2011 وإنه منسوب العنف الإجرامي الموجه ضد الطفل والأسرة زاد بـ 39% في حين بلغت حالات القتل العمد عام 2019 226 حالة أي بنسبة التطور بلغت 40% منذ 2011 اللي هي حاجة كبيرة كيف كيف نلقاه أيضا أمين إنه ارتفاع عمليات الاغتصاب منذ 2011 لليوم ارتفع بنسبة 200% دونك هذي أرقام ومعطيات موجودة في تقارير تخلينا نطرح الموضوع شنية أسباب هو فهم برشة أسباب أولها ساعة الوضع اللي عاشدته تونس بعد ثورة 2011 واللي في برشة تقارير حتى مع الدول المقارنة يقولوا راه في تغيير الأنظمة هذا يصير نتيجة ضعف الدولة ونتيجة حالة الانفجار اللي تصير في المجتمع هذا يعاشدته روسيا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي عاشدته دول الأوروبا الشرقية بعد سقوط جدار برلين دونك هذي جزء يفسر ولكن من الحاجات اللي تخلينا نفهمه أكثر هو إنه كنشوفه العنف المدرسي نلقاه إنه الأرقام متاع العنف المدرسي ارتفعت بشكل كبير وخاصة في المجال الحضري معانتها العنف المدرسي أقل برشة رابورتي معانتها إلى عدد السكان من العنف في المناطق الحضرية في المناطق الحضرية عنف كبير وخاصة معانتها الحاجات التي تلفت الانتباه هو فهم العنف بين التلاميذ ولكن أيضا العنف من التلاميذ ضد الأساسات ذا متاعهم وضد الإطار التربوي بشكل عام بما في ذلك الموظفين والعمل والإداريين هدايا خلينا نفهموا إنه فهم مشكلة جاية من المنظومة التربوية متاعنا إنه اليوم مع نسبة الانقطاع على الدراسة اللي ما توقفتش على الارتفاع منذ عشرة سنوات هدايا يخلق انتران فاورابل معانتها مجال لنمو العنف والجريمة في المجتمع متاعنا معانتها فهمها مشكلة متاع التربية قبل كل شيء ومتاع منظومة قيامية اللي هي قاعدة الدهور واللي ردت الفعل عليها ما تنجمش تكون كان أمنية الجانب الأمني مهم وحنا معانتها اليوم نشوفه إنه معانتها الوحدات الأمنية والفرق الأمنية قاعدة تخدم وتعطيف أهمية لكل الجرائم ويتم التطبع متاعها معانتها حتى كينا قرعوا في وسائل علامة صار جريمة نهار نهارين بعد يخرج لخبر إنه القبض على الفعل كما جريمة القتل اللي صارت قدام مطعم مؤخرا في سوسا مؤخرا وغيرة لا إياد اللي قلق اليوم ولا إنه جرائم قاعدة تصير في النهار وقدام العبيد وجرائم قتله في النهار وقدام العبيد وفي وسط سنترو فيه لو دهني دجا في بداية الأسبوع الحالي فهم جريمة انت قتل صارت والبارح زادة فهم جريمة أخرى فهم اعتداء عنف معانتها اللي بيزارة على الأخر كنا سمعنا بيه اللي معانتها قاضي يضرب أعتقد رب موظف في المحكم شوفنا اللي اعتداء على زوجته قلع لها عينيها شوفنا وفهم حاجات اختصاب اللي معانتها موسنة ولا فهم حاجات اللي ما كانت تصير وقبل واللي مربوطة بظاهرة أخرى اللي هي مربوطة بجانبهم تعمل الشباب والمدرسة اللي هي ظهرت الأنواع جديدة متاع المخدرات خاصة اللي يسميوها الحرابش أنا نتذكر منذ سنوات حكيت معا الطبيب الشرعي اللي يقول لي راهوا معا تنامي ظهرة هذه هالجرائم الغريبة اللي نشوفوا فيها انه معانتها شاب يغتصب مرأة مرأة تسعين سنة ولا ثمانين سنة ولا اللي حاول يغتصب أمه ولا اللي يقتل بوه أمه يقول لي في تسعين بالمئة من الحالات هذوما ناس متعضبتين النوع هذائم تاع المخدرات اللي هو معانتها يخرج البشر من العالم والواقع اللي احنا يشوف فيه واللي معاش يشوف في أمه ولا في مرأة يشوف في حاجات أخرى بسيكيدريك البعض من الدراسات إياد زادة تقول انه العنف الفيرتويل بدأ يتحول تاوي معاش نحكيه على فيرتويل بركة بدأ تاوي يشت ترجم العنف الفيرتويل العنف هذائي الجانب تاوي يقول لك سيما معاش قبل كان أوكا محصور كان في العالم الافتراضي فقط لا تاوي مبعاش في العالم الافتراضي تاوي شوي تراه في الدنيا زي هو معانتها إضافة إلى غياب الجانب التربوي اللي نحكيه عليه مش نرجع نحكيه ليه شوي آخر ولكن فما جانب أنه نشوفوا أنه اللي كورب متاع العنف اللفظي وقضايا العنف اللفظي هي بيدها ماشية مع نفس جرائم الاعتداء ونرقاوا أنه العنف اللفظي نتبع ونرقاوه مرتبط بأيضا العنف اللفظي اللي موجود في الفضاء الافتراضي اللي هو حرر الكلام ولا الناس تقول في أي وقت ضد مش مشكلة تقول اللي أحبهم مش مشكلة فران ولكن من بعد يتحول العنف هذاك اللفظي الافتراضي يتحول إلى عنف اللفظي في الشارع والعنف اللفظي بشوية بشوية كما يلقى شرادع في المجتمع ويصبح حالة عادية يتحول أيضا إلى عنف مادي دونك فما جانب الأمني نعفو برش دول هذي العنف الحضري اللي كما قلت أنت يبدأ في السنتر فيل يبدأ في الأحياء الشعبية يبدأ في ضواحي المدن برش دول في العالم مشات في حكاية المراقبة الإلكترونية لكاميرا اللي يكونوا موجودين وليهما عندهم جانب ردعي مهم أنا نعرف أنه الدولة التنسية وزارة الداخلية عندها بروغرام تشتغل عليه في الاتجاه هذية وحتى في علاقة بهيئة المعطيات معتها احترام معطيات الشخصية القاو أنا كار حول موضوع هذية على ما نتذكر معتها إضافة لهذية رأوا فما جانب التوعية رأوا المسلميش فقدتم تعبوليسية وقضاء رأوا يلزم المجتمع يكون واعي بخطورة الظواهر هذية وهذا يحتاج مننا احنا كوسائي العالم من المدرسة من المجتمع المدني إنه تكون فما حملات للتحسيس للتوعية باش نكلموا الأولياء إنه يحيطوا بأبنائهم زي ده كيف كيف مسئلة الجانب الاجتماعي الإحاطة بالشباب اللي يخرجوا من المدرسة في سن مبكر ما يزمش يلقوا رواحهم في الشارع للجريمة فما السياسة الجزائية زادة رأوا فما برشة شباب اللي يدخل معانتها صغيرة على حاجة تافة للسجن ولكن يخرج معانتها ربط علاقات مع مجرمين ويدخل من بعد لعالم الجريمة قلت للسجن يدخل مجرم صغير يخرج مجرم كبير فلا دونك هذية كله محتاج حوار مجتمعي محتاج إنه سياسة اتصالية للدولة إنه حملات توعوية إنه الموضوع نحكيه فيه ونقعدوش سكتين ونعلقوه إلا نحكيه فقط جريمة قتل في البلاسة الفلانية جريمة اقتصاب في البلاسة الفلانية لا هذية موضوع رأوا هذية يأكل المجتمعات من الداخل عنا مشكلة متاع قيم في المجتمع متاعنا يلزمها ترجع معانتها تكون جوهر لحديث متاعنا هذية كله محتاج إنه تكون عنا سياسة متكاملة أمني اليوم الخاطر تناول الموضوع إياه ده لخاطر في أسبوع تقريبا نحن مازلنا نهار خميس ثلاثة جرائم قتل معتها بشعة جدا كانت حصلت في كامل تراب الجمهورية ولولاة ميدياتي زي معتها على الأخر واعتداءات بالعنف ولات بالجملة تحصل في الشارع أمام مرأة ومسمع الجميع والبارح فيديو معتها وكنا تناولناها نحن اليوم الصباح تتحدث على معتها شخص وللعنف وللظاهرة يومية أخطر حاجة أمين مش نختبئها هي التطبيع مع العنف هذي بالفرسوية الباناليزة سيون إنه تولي مسألة عادية نولي ونقرأه ونقرأه ونتعديه هذي مرحلة ما يلزمش نوصلولها يلزم قضايا كما هكا نقفو عليها على خطر المجتمعات تكون قبل كل شي على القيم ومنهضة العنف ظهر لي في دولة مدنية متحضرة يجب تكون أول قيمة يقوم عليها العيش المشترك في المتامعات يعطيك صحة باركة لو فيك